لكن في إطار حديثنا عن عام 1917 يهمنا تصحيح وقعة تاريخية في ظل الوسط الرياضي والإعلامي المصري يتكلم عنها لسنوات طويلة على اعتبار أنها أول مواجهة بين الأهلي والمختلط في تاريخ الكرة المصرية المختلط اللي هو دلوقتي نادي الزمالك كلنا كنا فاكرين أن أول مباراة بين الأهلي والمختلط اتلعبت في فبراير 1917 بملعب المختلط وفاز فيها الأهلي 1-0 وتاني مباراة اتلعبت في ملعب الأهلي في مارس 1917 وفاز فيها المختلط 1-0 ده اللي نقلته مصادر كتير لكن الوثائق التاريخية بتكشف أنه لا الأهلي لعب ولا المختلط كسب ازاي؟ تعالوا نشوف الوثائق اللي بتنفي أن المباراتين كانوا بين الأهلي والمختلط نبدأ أولا بقراية دنود عقد الاتفاق بين النديين عقد اتفاق؟ عقد اتفاق إيه؟ دي مباراة ودية أيوة في الوقت ده أي مباراة كانوا المنظمين ليها بيعملوا عقد اتفاق مكتوب ومحددين فيه كل حاجة نظام يا طارد الوقت بنعمل ماتشاط ودية بعقد اتفاق؟ ده بالتليفون يمكن مع الأندية الأجنبية بس طيب بنود العقد بقى زي ما هي قدامكم على الشاشة كده كانت بتقول ايه؟ اتفاقية بين النادي المختلط وفريق حجازي بك على إقامة حفلتين للعب كرة القدم قلنا قبل كده انهم كانوا بيقولوا على المباراة حفلة قد اتفاق كل من النادي المختلط للرياضة البدنية بالقاهرة وفريق نادي حسين بك حجازي على ما يلي أولا إقامة حفلتين في لعب كرة القدم ما بين الفريقين المتعاقدين ثانيا تقام الحفلة الأولى على أرض النادي المختلط بشارع بولاء بالقاهرة يوم الجمعة 9 فبراير 1917 في الساعة الثالثة بعد الظهر ثالثا تقام المباراة الثانية على الأرض التي يختارها فريق حجازي في يوم الجمعة 2 مارس 1917 الساعة الثالثة بعد الظهر رابعا الحفلتان تكونان ذات إيراد يجمع من بيع تذاكر المتفرجين خامسا يقسم صافي هذا الدخل بعد استبعاد المصروفات الآتي بيانوها بعد إلى قسمين متسويين يخص كل فريق قسم منها ألف إن أقيمت الحفلة الثانية على أرض النادي المختلط أيضا فيقسم صافي دخل الحفلة الأولى بالنسبة المذكورة ودخل الحفلة الثانية يأخذ النادي المختلط 10% من صافي الإيراد نظير الأرض ويقسم الباقي إلى نصفين لكل فريق نصف به وأما إذا استأجر نادي حجازي أرضا أخرى للعب عليها فتخصم قيمة الإيجار بصفة مصروفات على الطرفين ويقسم الباقي إلى نصفين متساويين لكل فريق نصف دي كانت بنود الاتفاقية بالنادي المختلط وفريق حسين بك حجازي اللعب الوحيد اللي نال البكوية وهو بيلعب كرة قدم ولما ندق في البندين 2 و3 في الاتفاقية هنكتشف بسهولة أن المباراتين دول كانوا بين نادي المختلط وفريق حسين حجازي البند 2 بيقول تقام الحفلة الأولى على أرض نادي المختلط البند 3 بيقول تقام المباراة الثانية على الأرض التي يختارها فريق حجازي طب النادي الأهلي عنده ملعبه الأقدم من ملعب نادي المختلط فليل الاتفاقية بتنص على أن يختار فريق حسين حجازي أرض ليلعب عليها مباراته في وجود ملعب للنادي وده أول دليل على أن الأهلي ما كانش طرف في المباراة مش بس كده نظام تقسيم الإراد في البند خامساً بينص على أنه لو طلب حسين حجازي لعب مباراته على أرض المختلط فهيتم خصم 10% لنادي المختلط نظير الإيجار ولو استأجر أرض تانية فهيتم خصم قيمة الإيجار وتقسم على الناديين الأهم من كل ده أن الأهلي له إدارة ونظام وسكرتير للنادي ولفريق الكورة فمستحيل يوافق على توقيع اتفاقية باسم لاعب فيه لو الأهلي طرف في المباراة حتكون الاتفاقية باسم النادي مش باسم لاعب لكن صحيفة اجبشا انجازت وقتها عام 1917 نشرت تغطية للمباراتين التغطية فيها مفجأة كبيرة جدا الواثقة التانية اللي بتثبت ان المباراة كانت بين نادي المختلط وفريق حسين حجازي مش بين نادي المختلط والنادي الأهلي كانت تغطية جريدة الاجبشا انجازت للمباراتين الاجبشا انجازت كانت بتصدر كل يوم اتنين فكتبت يوم الاثنين اتناشر فبراير الف تسعمية وسبعتاشر عن المباراة الاولى اللي اقيمت بملعب المختلط يوم الجمعة تسعة فبراير الف تسعمية وسبعتاشر وقالت ان فريق حجازي اليفن فاز واحد سفر اما المباراة التانية اللي اقيمت يوم الجمعة اثنين مارس الف تسعمية وسبعتاشر فغطتها جريدة الاجبشا انجازت يوم الاثنين خمسة مارس الف تسعمية وسبعتاشر تفصيلياً وكان في الخبر مفاجئتين الاولى ان المباراة انتهت بالتعادل يعني المختلط مفاس واحد صفر زي ما فضلت مصادر كتير تقول ان كل فريق فاز على التاني في مباراة لكن الاهم من ده ان جريدة الاجبشا انجازت ذكرت تشكيل الفريقين فذكرت تشكيل فريق المختلط بنفس الطريقة المعروفة يعني بدون تفاصيل قدام اي اسم لكن لما كتبت تشكيل فريق حجازي 11 ذكرت امام كل لاعب اسم الفريق المنتمى اليه في الاصل وحنلاقى في التشكيل 8 لاعبين من الاهلي وتلاتة من فرق تانية مختلفة ولا ينتموا للاهلي فكتبت حجازي 11 حسين منصور الاهلي ابراهيم فاهمي الاهلي يوسف واهبي الاهلي محمد جبر السكة الحديد حسين محمد كابتن الخدوية رياض شوقي الاهلي محمود ابازة الاهلي حسين علي الاهلي حسين حجازي كابتن الاهلي محمد شكري الاهلي عبد الحميد محرم كابتن مدرسة التجارة العليا يعني فيه ثلاثة لعيبة مش من الاهلي محمد جبر وحسين محمد وعبد الحميد محرم اللي نضم للاهلي بعد كده لكن محمد جبر وحسين محمد ما لعبوش للاهلي خالص يعني لو ده فريق الاهلي ما كانتش الجريدة كتبت تفصيلياً الفريق اللي بيلعب ليه كل لاعب وكانت كتبتهم كده زي ما كتبت تشكيل فريق المختلط بدون تفاصيل الخبر ده بينطبق عليه المسر القائل قطعت جهيزة قول كل خطيب يعني جاب من الاخر لانه صدر في نفس الفترة مش نقل عن فلان او فلان وعشان كده قلنا لا الاهلي لعب ولا المختلط لان التشكيل اثبت ان الفريق اللي لعب مع المختلط هو فريق حسين حجازي اللي كان مشكله عشان يلعب بيه مباريات ودية وده كان امره منتشر في الفترة دي وعلى فكرة كان ممكن ناخد الخبر ونقول ان الاهلي كسب المباراة الاولى وتعادل في المباراة التانية مخسرش من المختلط زي ما الناس قالت وده هو الاجيب شانجازي جابت النتيجة الحقيقية للماتش كان ممكن نعمل كده لكن لا ده تاريخ والتاريخ لازم نذكره مجرد من اي اهواء اشتركوا في القناة